قال وأسلم القس ورقه ابن نوفل وكنا عرفنا أن ورقه ابن نوفل تجمعه قرابة بخديجة زوج النبي رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه عليه فقس ابن نوفل ابن عم خديجة وكان رجلا قد تنصر في الجاهلية وقرأ الإنجيل واطلع طلاعا واسعا على ما في الإنجيل واعتنق النصرانية وأدركه هذا البعث بعث النبي عليه الصلاة والسلام على كبر كبير سن وعمى بصر أيضا كان كبير سن وأيضا أعمى البصر فأدركه الإسلام شيخا كبيرا قد عمي ولما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة وذكر له لها ما حصل له في الغار وكان يرجف عليه الصلاة والسلام خوفا فطمأنته وواسته وذكرت له محاسنة قالت والله لا يخزيك الله أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا أخذته إلى ورقة بن نوفة وذكر له ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام فلما ذكر له ذلك قال ورقة هذا الناموس الأكبر هذا الناموس الأكبر الذي أنزله الله على موسى الذي أنزله الله على موسى قال ليتني فيها جذعا ليتني فيها جذعا لأن هذا الكلام أدركه وهو كبير في السن وقد عمي قال ليتني فيها جذعا وتمنى يقول ابن كثير وتمنى أن لو كان جذعا أي شابا طريا صغيرا حتى يبدأ هذه الدعوة من أوله فتمنى أن يكون لو أدركه الإسلام وهو شاب طري في أول شبابه حتى ينصر هذا الدين وصدق بالرسول عليه الصلاة والسلام وبأنه نبي وقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى ولهذا قال ابن كثير وصدق بما وجد من وحي الله صدق بما وجد من وحي الله وتمنى أن لو كان جذعا وذلك أول ما نزل الوحي وذلك أول ما نزل الوحي ولهذا عد رضي الله عنه أرضا في الصحابة لأنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به وصدق صدق بالرسول عليه الصلاة والسلام وآمن بأنه رسول وأنه من عند الله وأن هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى صدق بذلك ولكنه كما قال ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم توفي بعد هذا بعد هذه الكصة بقليل توفي بعد هذه الكصة بقليل يعني لم يدرك التفاصيل التي جاءت في شريعة الإسلام وإنما أدرك أول الإسلام وصدق وآمن وقد ذكره الحافظ بن حجر في القسم الأول من الإصابة وقال ذكره الطبر والبقوي وابن قانع وابن السكن وغيرهم في الصحابة فهو رضي الله عنه أرضاه معدود في جملة أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين ثم نقل الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى حديثا في فضل ورقه بن نوفا حديثا رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة وجاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال رأيت القسة أي ورقة بن نوفل عليه ثياب بيض عليه ثياب بيض وهذا رواه أحمد والترمذي واسناده فيه كلام ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى لكنه ثبت في المستذرك للحاكم وصحهه ووافقه الدهبي وصحهه الألباني من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتي فإني رأيت له جنة أو جنتي وهذا الحديث ثابت وفيه شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لورقة بالجنة وورقة كما عرفنا ورقة بن نوفل لم يدرك من الإسلام إلا أوله ولم تأتي بعد التفاصيل تفاصيل الشرائع وأحكام الدين كل ذلكم لم يأتي بعد فحظه من الإسلام هو إيمانه بأن هذا الرسول حق وأنه مرسل من رب العالمين وأن الدين الذي جاء به حق وصدق وأيضا تمنى لو أنه كان في هذا الإسلام أدرك هذا الإسلام شابا طريا لغرض نصرة هذا الدين ومؤازرة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ترجمة نانسي قنقر